موسيقى بشرة الاخبار مع مصطفى ابراهيم ولميس عبد الكريم موسيقى أهلا بكم وهذه نشرة اخبارية مفصلة نبدأها معا بأبرز العنوين موسيقى الكيان الصيوني واصل عدوانه على غزة واحتجاجاته في مدن عربية وأجنبية تندد بالانتهاكات وسياسات التجوية والتهجير للكيان الغاصد موسيقى ردنا على جرائم الاحتلال كتائب القسام وحزب الله يعلنان عن استهداف عدة أماكن في الكيان الصيوني بضمنها تلو أبيب موسيقى مصر توافق على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والأمم المتحدة تؤكد الحاجة إلى مائة شاحنة مساعدات يوميا موسيقى رئيس مجلس الوزراء يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للاستثمار موسيقى والإعلان عن تحقيق نسب إنجاز المتقدمة موسيقى موسيقى أهلا بكم بداية النشرة من مقال رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني لصحيفة الشرق الأوسط صادرة في العاصمة البريطانية شدد فيه على أن وقف الحرب على غزة أولوية للعراق وأكد رئيس الوزراء على ضرورة وقف التصعيد واحترام حقوق الإنسان والضغط على الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانا على الأراضي المحتلة وأشار إلى أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة ومسؤولة لتفادي حصول كارثة إنسانية تترك أثرها على أصل وجود الفلسطينيين في وطنهم المحتلة وأضاف أن الحكومة العراقية تحركت بسرعة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الحكومة المصرية كما أكد أنه سيلبي دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة معربا عن تطلعه خلال القمة بوقفة سياسية موحدة للدول الكبيرة من أجل أن تضع حلا عادلا للفلسطينيين وأكد أن الحكومة العراقية ستدفع باتجاه اعتماد آلية موحدة للدول العربية والإسلامية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمالية إلى أهلنا في غزة مشيرا إلى ضرورة مطالبة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للنظر بجدية إلى مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة وتابع أن العراق يسعى من خلال علاقاته المتوازنة مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف معاناة شعب فلسطين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤكدا أن العراق يرفض رفضا قاطعا أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية أرض وشعب إلى قضية نزوح ومساعدات إنسانية وشدد أيضا على ضرورة أن يتخذ العالمين العربي والإسلامي موقفا موحدا تجاه الفلسطينيين لإنهاء معاناة استمرت عقودا وفي تطاورات الأوضاع الميدانية في غزة يوصل الكيان الصهيوني عدوانه على القطاع ومناطق في الضفة الغربية رغم ردود الفعل الدولية التي دانت ارتكابه مجزرة مستشفى مع مدني في القطاع مرسلة العراقية الإخبارية قالت إن عددا من الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريحة بحي الزيتون جنوب شرق غزة جراء القصف الإسرائيلي مضيفة أن عدوانا ثانيا استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة وخلف شهداء وجرحة بما أشارت إلى استشهاد طفلين برصاص قوات الاحتلال عند مدخل قرية شقبة غربي رمالله إذن هذه الصور مباشرة إلى قطاع غزة الآن مشاهدين الكرام الذي يتعرض إلى قصف لأيام متتالية من العدوان الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي عمليات القصف استمرت منذ ليلة أمس بعد مجزرة مشفى المعمداني وردت كتائب القسام أيضا بعمليات أو بغارات صاروخية على سال أبيب لما يوضح في الأخبار إلى غاية الآن فيما أسفرت عن شهداء أو جرحة أو عن قتلى وجرحة عفوا عمليات كتائب القسام إذن هذه صور مباشرة إلى قطاع غزة نتابعها معكم مشاهدين الكرام أعمدت الدخان تتصاعد كما ترون قصف يبدو إلى الآن ما يزال مستمر على القطاع من قبل العدوان الإسرائيلي أيضا يحاصر سكان غزة في القطاع من دون مساعدات إنسانية من دون ماء من دون غذاء من دون حتى دواء وسط دهالك كافة القطاعات الخدمية في قطاع غزة مناشدات دولية مناشدات إنسانية مناشدات تعربية أتحدث على الصعيد الشعبي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء كافة الممارسات التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني إذن مستمرنا معكم في هذه الصور المباشرة لقطاع غزة الذي لا يزال يتعرض إلى القصف رغم التنديدات العربية على مستوى الحكومات رغم البيانات المنددة والتي تشجب كافة الأعمال الصهيونية مواقف متباينة عربيا في شدتها أعني على المستوى الحكومي الكثير من الحكومات العربية نددت وشجبت قيام الكيان الإسرائيلي بقصف قطاع غزة لكن المجتمع الدولي يبرر ذلك بأن إسرائيل تدافع عن نفسها مشاريع عديدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في غزة لكنها رفضت من قبل أمريكا من قبل اليابان من قبل فرنسا وتحدث عن مشروع قدمته روسيا لفتح ممبرات آمنة ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3540 شهيدا وأكثر من 13300 مصاب وزارة الصحة الفلسطينية ما يعكي الله قالت أن الأعداد تقريبية بسبب الوضع الكارثي بالقطاع من جراء استمرار القصف وأشارت إلى وجود نقص حادل بالأدوية في القطاع وصعوبة في الوصول إلى المستشفيات وقالت كيلا أن القطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية وزيرة الصحة الفلسطينية ما يجيلة شددت على ضرورة لجم الكيان الصهيوني بعد جرائم الأخيرة التي ارتكبها دعاية إلى الاستمدار بالضغط لإيقاف الانتهاكات بالظروف العادية يجب أن تحترم هذه حسب القوانين الدولية لكن إسرائيل لم تحترم ذلك فعلى المجتمع الدولي أن يلجمها حقيقة عن هذا القصف المستمر نحن اليوم اليوم 12 للحرب ولم نجد هناك حركة سواء كان على سعيد الأمم المتحدة أو على سعيد المجتمع الدولي حركة بالمستوى المطلوب فبالتالي علينا أن نبقى نضغط من أجل إيقاف لجم إسرائيل بالضغط من هذه الدول ومن الأمم المتحدة على إسرائيل بدوري دعا نائب رئيس مستشفى المعمداني فادي حن المجتمع الدولي إلى إيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي عدم تكرار المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين نقف مع شعبنا مع أطفالنا ونسائنا مع المهجرين والمتألمين والمعذبين ونطالب العالم بوقف هذه الحرب الشرسة ما يهمنا اليوم هو حماية الحياة ما يهمنا اليوم هو عدم تكرار هذه المجازر ما يهمنا اليوم أن نحمي الإنسان وأن نحترم حقوق وحرية كل إنسان في المقابل أعلنت كتائب وعز الدين القسام إطلاق صواريخها على تل أبيب وفي الأراضي المحتلة وقالت الكتائب أنها استهدفت تل أبيب للمرة الرابعة خلال 24 ساعة وذلك ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة كما قصف حزب الله اللبناني محيط بلدة زرعيت قرب الحدود اللبنانية مستهدفا مواقع جلال علامة وثكن الزرعيت والبحر بالصواريخ الموجهة وأوضح حزب الله أن مقاتلي هاجموا تجمعا لجنود الاحتلال جنوبي مستوطنة المنارة بالصواريخ وأوقعوا قتلى وجرها في مؤسسات العراق ومدارسه وجامعاته وقف العراقيون للتضامن مع قطع غزة مؤكدين أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه في الوقت الراهن تضامنا مع شعب فلسطين وحدادا على أرواح شهدائه موظف وزارات ومؤسسات الدولة باختلافها ينظمون وقفات داعمة للقضية الفلسطينية وأصحابها بعد سلسلة جرائم ارتكبت وما زالت ترتكب بحقهم من الكيان الصهيوني الذي أقدم على قصف مستشفى المعمداني في غزة ما أدى لاستشهاد مئات الراقدين هذا أقل ما يمكن أن يقدم في هذا الظرف العصيب بالنظر لما يحصل لأخواننا وأشقائنا وأرحامنا في فلسطين المحتلة على أيدي الكيان الصهيوني الغاصب هذه الوحشية التي قلنا ضيرها في استهداف الأطفال والنساء والحوامل والشيوخ نقف هذه الوقفة احتجاجا على هذه الممارسات الوحشية وكلنا استعداد ممثلين بمختلف طبقات الشعب العراقي ومكوناته وأبنائه كلنا استعداد لدعم القضية الفلسطينية الحداد العام علن في العراق من قبل الحكومة موقف البلاد كان وما زال ثابتا تجاه احتداءة القوات الإسرائيلية المحتلة دعم فلسطينية تجدد من أرض الرافدين بهدف نيل الفلسطينيين حياة حرة كريمة في أرض وطنهم صمود أبناء غزة يرسل رسالة إلى العالم بأن الإنسان والصمود والإيمان بالقضية هو أقوى من جميع الصواريخ وجميع الطائرات وجميع ما يمتلكه العدو الصهيوني جريمة التي خالفت كل الشراع السماوية والقيم الإنسانية لكن ما نقول هو فقط حسبنا الله ونعم الوكيل مواقف العراق الشعبية الرسمية وحتى السياسية وقفات الحداد والاحتجاج دعوة لجميع دول العالم وشعوبها للوقوف بوجه جرائم الكيان الصهيوني ووضع حد للمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في فلسطين عباس نعم العراقي الإخبارية بغداد وتأكيدا لموقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية وإيقاف العدوان الصهيوني على غزة أعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني العراق يعلن حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام بعد مجزرة مستشفى المعمدان في غزة الموقف الرسمي العراقي ثابت ويرفض استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني على الصعيدين الشعبي والسياسية لم ولن يتغير أيضا دعما ونصرة للقضية الفلسطينية الموقف الحكومي هو موقف أوجهي هناك اليوم ثابت بهذا الموقف ووضوح وهذا الوضوح أعتقد هو الذي استدعى أن تكون هناك تواصل تهاتف مع دول المنطقة وتواصل مع دول تحاول أن تقدم المساعدة لغزة ولشعب غزة ما يجري هو منعكاس لإرادة الشعب العراقي واستجابة واضحة لما تحدثت به المرجعية الدينية العليا في حديثها الواضح بضرورة دعم الشعب الفلسطيني بهذه المئسات بغداد شهدت عقد اجتماعات طريقة ولقاءة من شأنها صياغة موقف عربي موحد يضمن حقوق الفلسطينيين ويؤكد فتح المعابر لضمان استمرار تدفق الدعم عبر الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون هناك موقف موحد العراق دائما كان معها القضية الفلسطينية ويكاد يكون الموقف العراقي هو الموقف الأقوى في المنطقة وبين الدول الأقليمية العراق اتخذ عدة مواقف ويتطابق الموقف الشعبي والحكومي والبرلماني موقف العراق المتضامن مع فلسطيني اتباتا وواضحا تجاه حقوق الفلسطينيين وأمنهم موقف يطالب بقرار أممي دولي يضع حد للانتهاكات والجرائم الصهيونية التي ترتكب في غزة من بغداد صابرين كارم العراقية الإخبارية تواصلت التظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة في عديد من مدن العالم لسيما العالم العربي والإسلامي وشارك الآلاف في احتجاجات شعبية بمدن في تونس وإيران والأردن ومصر والمغرب ونددوا بالانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين ورفعوا شعارات تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ورافضة للتطبيع مع الاحتلال كما شهدت تعواصم ومدن عديدة حول العالم تظاهرات للتضامن مع غزة أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للعمليات الصهيونية والسياسة التجويع والتهجير والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها العالم مع هذه القضية اسرائيل والداء والسعيد والآن تزاريط السياسة التجويع ومعايير المزدوجة والداء والسعيد ومعايير المتحدة والساعدة والسعيد والسعيد في بيروت وعلى وقع الاحتجاجات المناددة بالانتهاكات الصيونية سجل وقوع صدامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية السفارة الأمريكية هناك حيث رفع المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسة الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين تنديدا بالحرب التي يشنها العدو على غزة أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية تتظاهر أمام السفارة الأمريكية في بيروت وسط أعمال شغب وكر وفر شهد محيط السفارة الأمريكية في بيروت تظاهرات حاشدة سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأمن السفارة والجيش اللبناني الذي عمل على تفريق المتظاهرين مستخدما الغاز المسيل للدموع المتظاهرون رفعوا شعارات ضد الكيان الإسرائيلي استنكارا لقصف مستشفى المعمداني في غزة كل هذا الاستنفار الدولي والكوني والعالمي وضد الإنسان وضد المستشفيات وضد الأطفال والنساء هي لا يمكن أن تموت إلى الإنسان بالسلاة ولا إلى حقوق الإنسان تزامنا مع التظاهرات أمام السفارة الأمريكية شهدت عدة مناطق لبنانية تظاهرات متضامنة مع غزة إذا كنتم تحذروننا فإن جوابنا لكم أنتم عليكم أن تحذروا وعليكم أن تتنبهوا جيدا الخطأ الذي يمكن أن ترتكبوه مع مقاومتنا سوف يكون الجواب مدويا وغزة هي دمنا ولحمنا شبابة شبابة وولادنا ولادة نحن معا لآخر نقطة الدم من بيروت سالي قرفلي العراقية الإخبارية قيمة طارئة ستعقد في القاهرة السبت المقبل لبحث الحلول المستعجلة للأزمة الفلسطينية وإيقاف عنف الكيان الصهوني ضد المدنيين في غزة في ظل تصاعد الأحداث في فلسطين وبهدف إيقاف التصعيد العسكري في قطاع غزة تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية والإقليمية والتي تمخضت بضرورة إنعقاد قمة إقليمية دولية طارئة ستشهدها القاهرة السبت المقبل ساعة القاهرة وأعلنت بشكل واضح من خلال اجتماع المجلس الأمن القومي المصري عن الدعوة لقمة إقليمية تتبنى القضية الفلسطينية والبحث ماذا بعد طفان الأخصى هذه القمة من المقررة تنعقد في القاهرة السبت المقبل هي تسعى لإيجاد حلول حقيقية للأزمة الفلسطينية هي تسعى لإيجاد طرح حقيقي جاد للقضية الفلسطينية برمتها تسعى لإيجاد حل العملية السلام الوصول مرة أخرى لحل الدولتين تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التعامل مع الأزمة والقضية الفلسطينية وتأتي هذه القمة بهدف وقف العدوان الغاشم على غزة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل والتأكيد على أهمية التهديئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار أعتقد أن تلك القمة التي تعقد يوم السبت القادم سوف تكون قمة عربية صحيحة لنصرة القدس أعتقد أن هناك انتفاضة عربية صحيحة هذه الانتفاضة تمثلت قيادة الحكيمة المصرية أرادت أن تكون متعاونة مع الدول العربية متعاونة مع دولة العراق متعاونة مع مجلس وذراء العراقي بالسيد السوداني لكي الذي تحدث بكل قوة من قلب العراق لتيقول أن العراقيين والشعب العراق متواجد مع الشعوب العربية والشعب الفلسطيني في تلك الأزمة ما يقوم به الكاني الصهيوني من ضربات موجعة داخل القطاع غزة هذا الأمر ألم جميع العرب وألم زعماء العرب فلذلك اليوم اتحد العرب في هذا الاجتماع لكي يكون على صورة واحدة وقوة واحدة هو الحفاظ على الحق الفلسطيني للحصول على أرضه المختصبة لمونزل سنوات بعيدة مصر على موعد انعقاد قمة السلام العاجل يوم السبت القادم وستشهد خضورا كبيرا على المستويين الإقليمي والدولي تهدف هذه القمة لوقف العدوان الغاشم على غزة ووقف إراقة نزيف الدماء ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من القاهرة رشا محمد العراقية الإخبارية رغم استمرار القصف الصهيوني على غزة وسقوط مئات الضحايا وتدبير المنازل والمستشفيات لأن مجلس الأمن لم يستطع اتخاذ قرار بوقف الحرب في حين أعلن الرئيس الأمريكي عن موافقة مصر على إدخال عشرين شاحنة محملة بالمساعدات لقطاع غزة في اليوم الثالث عشر من طوفان الأقصى يواصل جيش الكيان الصهيوني قصف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة وقد خلف القصف في آخر أربع وعشرين ساعة ستمائة وثمانية وسبعين شهيدا في وقت أشارت وسائل إعلام إلى أن جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريا في القطاع وذلك بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي زيارة للكيان وجدد فيها دعمه لحكومته أما مجلس الأمن الذي لم يستطع تأمين قرار واحد في جلستين عقدتا هذا الأسبوع للخروج بقرار يدين قصف المدنيين وتجويعهم والسماح بإدخال المساعدات بعدا استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها حق النقض الفيتو ضد أي قرار قد يعكر صفو الكيان المحتلة وبعد ساعات من إعلان السماح بدخول عشرين شاحنة كمساعدات إلى قطاع غزة المحاصر أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جرافث إن غزة بحاجة إلى مئة شاحنة في اليوم مساعدات إنسانية داعيا إلى ضمان أمنها وكانت القاهرة وواشنطن أعلنتا أنه تم الاتفاق على إدخال مساعدات إلى القطاع عبر معبري رفح بشكل مستدام وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن في المواقف السياسية الخاصة بالجرائم التي تتعرض لها غزة أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية التحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان سافر وأثناء استقباله رؤساء البرلمانات والوفودة العربية المشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي جدد رئيس الوزراء التأكيد على الموقف المبدئي للعراق تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التحرك العاجل لإيقاف جريمة حرب مكتملة الأبعاد ومحاولة للإبادة الجماعية بعد أن تمادت سلطات الاحتلال وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين وأدعى المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى نجدة الشعب الفلسطيني المظلومة وتمكينه وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته على ترابه الوطني ترجمة نانسي قنقر وكانت العاصمة بغداد قد شهدت إقامة المؤتمر الخامس والثلاثين الطار للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة العدوان على قطاع غزة وإدانته البيان الختامي للاتحاد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إيقاف الحرب على غزة وحذر مما وصفه بالانفجار في عموم المنطقة العربية في منتقد ازدواج المعايي في بعض الدول الغربية بالتعاطي مع القضية الفلسطينية عبر المساواة بين الضحية والجلة ترجمة نانسي قنقر فضلا عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغابة التي تحاول إسرائيل الترويج لها منذ عام 1948 نجدد مطالبتنا للأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة التدخل العاجل والفوري وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وإيقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها المتجذر في أرض آبائه وأجداده ووقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة واعتداءه على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة نحث الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزة وفلسطين المحتلة نقولها علنا وصراحة أن نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول والتي تساوي بين الجلاد والضحية وهذا النهج يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية لن تغير الواقع على الأرض الفلسطينية مهبط الرسالات وعاصمة الديانات بل ستعر الوجه الدموي للاحتلال الإسرائيلي وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن الكيان الصهيوني كشف علنا عن وجهه الإجرامي وانتهاكه الفاضح لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن الوضع الراهن ينذر بجر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب مدمرة لن تنفع معها بيانات الإدانة والشجب نجتمع اليوم في ظل ظرف استثنائي غير مسبوق فالكيان الصهيوني الغاصب كشف علنا عن وجهه الإجرامي العنصري الوحشي وانتهاكه الفاضح لحقوق الإنسان ولجميع القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية والعدالة الكونية بين جميع ابناء البشر على اختلاف ألوانهم وعراقهم وأديانهم وانتماءاتهم غير آبهم بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الإنساني والدولي ناهيك عن إمعانه بممارسة أشد وأخطر أنواع التمييز العنصري وفصول التهجير القسري والمجازر الجماعية التي يندى لها جبين البشرية والإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة جريح على وجه الخصوص الوضع الراهن ينذر بجر المنطقة العربية بأكملها إلى أتون حرب مدمرة لن تنفع معها بيانات الإدانة والشجب بل ليس توجب اتخاذ قرارات حاسمة تضع حداً نهائياً للاعتداءات والانتهاكات المستمرة من الكيان الصيهوني منذ أكثر من سبعة عقود إن الحل الجذري لهذا الصراع المزمن يكمن باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الغير قابلة للتصرف وعلى رأسها الحق بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف النايب الأول لرئيس مجلس النوام حسن المندلوي في كلمة العراق أشار إلى ضرورة السعي والضغط لفك الحصار عن قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى المدنيين هناك نجتمع اليوم للتعبير عن التضامن العميق والحزن الكبير والتعازي الصادقة ودعمنا الغير محدود للشعب الفلسطيني ونحن نشهد المناظر التي تدمي القلب عندما نطالع حجم الدمار في غزة التي تقوم به آلة الحرب الصهيونية اتجاه الفلسطينيين العزل يحتاج الأشقاء الفلسطينيون دعمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا السعي والضغط بكل ما أوتينا من وسائل الضغط والقوة لفك الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية والصحية وإيقاف ما تمارسه السلطات الاحتلال من أبشع الانتهاكات بحق الفلسطينيين ومنع دخول أبسط متطلبات الحياة من المواد الغذائية والمياه والتجهيزات الطبية على العالم أجمع أن يدركوا أهمية إنهاء هذا الحرب وفق حل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على كامل أراضيه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قال من جانبه إن الكيان الصهيوني تجاوز كل المحرمات الدولية وشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين إن إسرائيل تجاوز كل المحرمات والخطوط الحمر الدولية والإنسانية وتشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني وتهدف إلى أجبار شعبنا إلى الخروج والهجرة مما تبقى لنا من أراضي من فلسطين التاريخية والهجرة نحو سيناء لخلق نكبة فلسطينية جديدة بعد 75 عام على النكبة الفلسطينية الأولى عام 1948 نحن في المجلس الوطني الفلسطيني نطالب من مؤتمرنا هذا الطارئ أولا وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزوة في كل فلسطين وذلك بقرار من مجلس الأمن تحت البند السابع ثانيا إيجاد ممر إنساني بشكل عاجل لإمداد شعبنا في القطاع بالدواء والمياه والغداء والكهرباء رئيس مجلس الوزراء يرأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للاستثمار استمرار مشاريع فك الاختناقات المرونية وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة في بغداد والمحافظات والإعلان عن تحقيق نسب إنجاز المتقدمة في جانب الاستثماري ترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث للجنة العليا للإعمار والاستثمار بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ويتضمن الاجتماع استعراض عدد من المشاريع قيد التنفيذ ومتابعة خطوات التسلسل الزمني لمراحل الإنجاز والتقدم الحاصلي فيها فضلا عن متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من خلال تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي ودفع المشاريع الكبرى وتمكينها من المضي إلى الأمام وفي مشاريع فك الاختناقات المرورية وتقديم الخدمات يتواصل العمل وإنجاز المشاريع الخاصة بفك الاختناقات إذ يتواصل العمل بتطوير تقاطع الفنون الجميلة ويتضمن إنشاء مجسرين يربطان جسر الصرافية بشارع المستنصرية ذهابا وإيابا وتم إنجاز 22 ركيزة كونكريتية من أصل 28 ورفع التجاوزات ومن المقرر أن تنجز الحزمة الأولى من المشاريع خلال الثلث الأول من العام المقبل وسيوفر إكمالها حلولا كبيرة في المناطق التي تنفذ فيها هذه الحزمة وفي المثنى يواصل فريق جهد الخدمي والهندسي الحكومي أعماله لتأهيل وصيانة 13 مدرسة في عموم المحافظة وذلك ضمن خطة الحكومة المحلية في قطاع التربية للعام الحالي تشمل هذه الخطة إنشاء 40 مدرسة موذجية وذلك ضمن المشاريع الممولة من الدعم الطارئ إلى البصرة حيث شهد مشروع إعادة تأهيل وتطوير منطقة الجمعيات تقدما ملحوظا وذكرت مصادر محلية أن نسبة الإنجاز الفعلي في المشروع وصلت إلى 45% بعد الانتهاء بشكل كامل من ربط شبكات مياه الأنطار الخفيفة والثقيلة مبينة أن العمل مستمر لإكمال الجزارات الوسطية وتشجيرها ونصب أعمدة الإنارة الحديثة إذا الحديث عن هذا الموضوع معنا شبكة مراسلين من بغداد عباس ناعم ومن البصرة مرتضى البغدادي ومن المثنى علي كريم أهلا بكم جميعا في هذه النشرة أبدأ من بغداد مع عباس عباس لك الحديث عن تفاصيل مشاريع فك الاختناقات المرورية هل تسير الأعمال بصورة طبيعية وأيضا إلى أين وصل المشروع الذي تتواجد بقربه الآن نعم تحية طيبة بالتأكيد يعني نسب الإنجال تتصاعد بشكل كبير جدا في جميع المشاريع التي تأتي ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد تتجاوز ساعات العمل أكثر من 18 إلى 20 ساعة يوميا بوجبات صباحية ومسائية هناك الكثير من الأعمال الجارية خاصة هنا في هذا التقاطع تقاطع الوزيرية أو ما يعرف بكليات الوزيرية أو الفنون الجميلة عفوا وهناك نسب متقدمة جدا وصلت نسب الأعمال في محاور هذا المجسر أو المجسرين إلى أكثر من 70% فيما يتعلق بالصبات الكونكريتية والقبعات وغيرها الآن انتقل العمل إلى المقتربات حيث تم إكمال أو المباشرة بأعمال رفع الجزرات الوسطية إضافة إلى وضع الأساسات لانطلاق العمل بهذا المشروع الذي تتجاوز نسبته الأوقات المحددة 300 يوم هي النسبة المقررة لإنجاز هذا المشروع هناك تقدم كبير جدا في نسب العمل في هذا المشروع الذي يأتي ضمن مجموعة الشركات تقوم بهذه الأعمال هناك متابعة حتيثة من قبل مكتب رئيس الوزراء ووزارة العمار والسكان والجميع الجهات التي تتابع هذه المشاريع وهناك وعود من قبل الشركات المنفذة بأن تسليم هذا المشروع وبقية المشاريع سوف تكون قبل الموعد المحدد عام 2024 سوف يكون هناك تسليم لعدد من هذه المشاريع منها من تتعلق ب300 يوم وهناك أكثر أو أقل من هذا الوقت طيب أشركات المنفذة العراقية عباس ما دمت ذكرت الشركة المنفذة المشروع علي عراقية أو شركة أجنبية هناك شركات عراقية وهناك شركات مشاركة مع الجهات أو شركات آسيوية وعربية وهناك شركات أوروبية هذا المشروع الذي نتواجد فيه الآن هناك شركة مصرية معروفة جدا بإقامتها للمشاريع في جمهورة مصر العربية وبقية الدول المنطقة الأعمال هنا تسير بحسب الوعود التي قطعوها إلى دولة رئيس الوزراء بأن هذا المشروع سوف يكون من أفضل المشاريع في العاصمة بغداد ضمن حزمة الفك الاختناقات المرورية وبالفعل هناك إشادة لهذا العمل الجاري هنا هناك تسارع في هذه الأعمال وهناك فعلا ملامح بدت واضحة جدا للصبات الكونكريتية والروافد لهذا المشروع طيب إذن من بغداد إلى البصرة مع مرتضى البغدادي مرتضى أهلا بك من جديد نتحدث عن منطقة الجمعيات ما طبيعة الأعمال المقدمة هناك لكن باختصار لو سمحت مرتضى بدأ تحية طيبة لكي والسادة المشاهدين الكرام والزملاء في شبكة مراسلين بطبيعة الحال مشروع الجمعيات أو منطقة الجمعيات ذات طابع مهم واستراتيجي باعتبارها من أعرق وأقدم وأكثر المناطق المكتظة بالسكان وأبدت حكومة البصرة المحلية اهتماما بالغا بها بسبب تهالك بناءها التحتية والفوقية منذ فترة نسب أنجاز متقدمة يشهدها هذا المشروع بكل ومجمل مقاطعه تجاوزت 45% بعد أكمال مد خطوط الناقلة للمياه الثقيلة والإسالة وجار العمل حاليا لربط شبكات الدور الفرعية التي تسمى بالاشتراكات ولضيق الوقت والتعريف أكثر عن هذه النسب وهذه الأهمية البالغة ستضيف معي مدير المشروع المهندس عمار محمد حياك الله استاذ عمار حكثنا عن أهمية هذا المشروع نسب الإنجاز المدد المخططة والمحددة له إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مشروع مناقصة 16 على بلدية لعام 2022 هذا المشروع مضمن جزئا اللي هو الجزئ الأول البنى التحتية لمنطقة الجمعيات بالكامل شاملة أعمال مد شبكات الإسالة والاتصالات للمنطقة بالكامل الجزئ الآخر من المشروع اللي هو الجزرات الوسطية بالنسبة لمنطقة الجمعيات الممتد من تقاطعة التربية إلى تقاطعة حي الحسين هذا الجزئ كان الاهتمام بيه سريع جدا بتوصيات من قبل محافظة البصرة على إنجازها بالسرعة الممكنة أكملنا أعمال التوسعة بالنسبة للطريق أكملنا أعمال البازلت بالنسبة للأرصفة تقريبا وصلت نسبة الإنجاز بما يقارب 75% إذا ما عبرت هذه النسبة إن شاء الله خلال أسبوعين رح ننتهي من كافة الأعمال اللي من ضمنتها الجزر الوسطية الأسبوع القادم رح يشهد أعمال نصب الأعمدة الديكورية للمشروع باشرنا بأعمال نصب الأشجار النخيل المعمرة الأسبوع المقبل رح يكون متمثل بأعمال زراعة الثيل وزراعة الأشجار المعمرة بالجزرات الوسطية انتهينا من أعمال نصب الأحواض الخاصة بسق المزروعات زايدا غرف المطبخات إن شاء الله خلال الأسبوع القادم يكون هذا المشروع تقريبا منجز نتمنى لكم كل التوفيق إذن مش هديك الأمر جدير بالذكر أيضا إن هناك أعمال أخرى سوف يشهد المقطع الجنوبي من هذا المشروع وهو النصب ما يعرف بتقنية الباور كيربر على كل مفترقات الطرق وجوانب الطرق بالإضافة إلى نصب ولأول مرة يحدث في مشروع متكامل نصب محطات الأمطار الرئيسية والأساسية وأيضا منظومات السقيلة كما تشاهدون من خلف من هذه الجزرات ومدة زمنية مسابقة للزمن سوف يحقق هذا الإنجاز في التمام وكمان إن شاء الله طيب إذن إلى المثنة مع علي كريم علي أهلا بك ما طبيعة أعمال الجهد الخدمي في المثنة نتحدث عن المدارس ما هو عدد المدارس المشمولة ضمن الخطة الحكومية حقيقة يعني الأعمال المتواصلة في محافظة المثنة في قطاع التربية بالنسبة إلى شقين الشق الأول هو الجهد الخدمي هناك ثلاثة عشر مدرسة ثلاثة منها نفذت من قبل التربية وبتمويل من الجهد الخدمي والهندسي وعشرة مدارس ننفذ من شركة آشور وبتمويل من الجهد الهندسي والخدمي حقيقة يعني هناك الشق الثاني خطة محافظة المثنة التي سعت لقبل محافظة المثنة الذي يتابع ميدانيا ملف الأبنية المدرسية حيث وضعت في هذا العام إنشاء أربعين مدرسة نموذجية مؤثثة بالكامل موفرة بها كل وسائل التعليمية والآثاث والرحلات الدراسية إضافة أن هناك خطة في محافظة المثنة للمدارس الآية للسقوط والقضاء عليها خلال يعني هذا العام والعام الفين واربع وعشرين هناك ثلاثة وخمسين مدرسة ضمن القرض الصيني وصلت نسب الإنجاز بها ستين بالمئة أيضا في محافظة المثنة هناك أثنى عشر مدرسة كارفانية هناك سعي من قبل تربية المثنة والحكومة المحلية القضاء على المدارس الكارفانية من خلال اكتمال وإنجاز هذه الأمنية لكي تكون متاحة لطلبة ورفع الاكتظار من خلال الدوام الثنائي لا توجد في محافظة المثنة دوام ثلاثي يوجد دوام ثنائي وهناك سعي لأن يكون هناك دوام فردي من قبل المدارس في محافظة المثنة من خلال توفر هذه الأمنية في السنوات القادمة لا سيما أن محافظة المثنة من خلال مشاريع الأمن الغذائي ومشاريع تنمية القاليم سعت في رفض المحافظة في العديد من المدارس في القطاع التربية نعم علي جزيلا شكر لك من المثنة علي كريم من البصرة مرتضى البغداد يوم من بغداد عباس ناعم شبكة مراسلين شكرا جزيلا لكم إذن الآن نتابع الأخبار الرياضية مع الزميل هشام